أهلا بحضراتكم الجديد يمكن قبل الفاصل كنا خلصنا الأخبار داخل جدران النادي الأهلي هنروح لأخبارنا المحلية ونبتدها بسلاح السيف يمكن منتخب بصر سلاح السيف بيحتل المركز السادس بمونديال جورجيا وده خبر الحقيقة أسعدنا كتير لأنه السلاح من الألعاب اللي بتعمل طفرة كبيرة جدا ومرشحة لمداليا في فرنسا أو بريس عشرين وعشرين وده الكلام الصح احنا شفنا من بعد خلي بالكم بس قبل ما خش في الخبر أقول لكم تفاصيله من بعد بطول التوكيو عشرين وعشرين حتى الآن سمعنا خبر السلاح بيلعب كان بطولة دولية سمعنا كتير سمعنا مشاركة يطلع من هنا يعني يفين جوم احنا عايزين نصادفهم في البرنامج مش عايزين نصادفهم ليه مش موجودين في مصر اللعيبة لعيبة السلاح من بلد لبلد من اشتراك لاشتراك لتمرين السفرية هو ده الاتحاد اللي عايز يجيب مداليا خلص توكيو عشرين وعشرين قفل صفحتها بالرابع ان اعمله ناتيك كويسة وخده تامن قفل الصفحة قال لك انا عايز اروح لباريسي بقى لازم اشتغل من دلوقتي بانديش وقت اضيعه فدلوقتي احنا عندنا منديال جورجيا بناخد فيه المركز السادس وده ترتيب كويس جدا منتخبنا الوطن للجلس لحس السيف حقق المركز السادس في كأس العالم واللي اتلاعب من ايام بدولة جورجيا وطبعا صور للفريق يعني بنربط على قديم لهم الف منهم مبروك منتخبنا حقق المركز السادس بعد اخسارته قدام منتخب ايران بنتيجة خمسة واربعين اتنين واربعين يعني المطش كان كلوس جيم جدا وده كان في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس وكان منتخبنا بدأ مشواره بالفوز على اليابان بنتيجة خمسة واربعين تسعة وثلاثين في دورة 16 وقتين خسرنا قدام منتخب كوريا الجانبية دره هو بطل العالم اصلا بنتيجة خمسة واربعين تلاتين وبعدين فوزنا في اول مطش في مباراة تحديد المركز من خمس للتاني على منتخب هونج كونج بنتيجة خمسة واربعين واحد واربعين واخر مطش لنا خسرنا من قدام المنتخب الايراني بنتيجة خمسة واربعين اتنين واربعين بطولة قوية وكان فيها مجموعة شايفين الفرق اسامي الدول اللي مراحة كله رايح فول تيم وكله رايح بنجوم كله مين اللي مسل منتخبنا لازم نقول اساميهم ولازم نعرفهم لحضراتكم معانا محمد عامر شارك وزياد السيسي ومتحة معتز ومازن العربي الاربع العيبة دول اللي مسلوا منتخب مصر في رياضة سلاح السيف الحقيقة اللي عملوا سادس وربنا وفقهم ان شاء الله نمشي بخطة ثابتة انا شايف ان لو ما كانوش قابلوا كوريا في طبعا دور الستاشر كان ممكن نكمل يعني لو ما كانوش خسروا منها لا احنا فوزنا خسرنا من كوريا الجنوبية في دور التمانية خسرنا في كوريا الجنوبية في دور الستاشر بعدين خسرنا في دور التمانية لو ما كناش قابلنا كوريا الجنوبية في دور التمانية كان يبقى لنا شكل تاني ساعات القرعة بتخدمك وساعات القرعة بتبقى صعبة فتخيل لما قرعة تبقى صعبة زادية انت خدت سادس كل التوفيق الحقيقة لسلاح السيف